الحصاد من قناة الفلوجة مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوجة معكم عبد الرحمن النجار وزينة جمول والبداية بأبرز العنوي مؤكدا رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية السوداني يرعى أولى جلسات اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية الإدانات لن تضع حدا للاعتداءات الأقليم يخاطب بغداد والعالم ولا طاقة له باستهداف حقول الطاقة دعاوى جلسة انتخاب الرئيس مماطلة قانونية عطل عمل البرلمان والأخير يرجئها إلى ما بعد حسم الاتحادية البرلمان يلاحق الصحفيين ويحول أروقته إلى دهاليز أمنية والصحفيون يحملونه مسؤولية انتهاك الحرية الدستورية مفارقة تكشف هول الفوارق الطبقية العراق الأول عربيا والسادس عالميا بهدر الطعام وسوء التغذية يقتل المئات سنويا مرحبا بكم من جديد البداية من انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات إنهاء مهام التحالف الدولية في العراق حيث خلصت هذه الجولة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية عليا من ثلاث مجامع وبحسب مكتب رئيس الوزراء فأن هذه المجامع ستعمل على ضوء مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والمتطلبات العملاتية والظرفية وعلى تعزيز القدرات المتنامية للقوات العراقية مضيفا أن متخصصين عسكريين سيتولون انهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي كما سيحدد جدول زمني للانسحاب والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق والدول المشاركة في التحالف مع الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 هذا وعبر رئيس الوزراء محمد شيع السوداني عن رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة على أسس التعاون والصداقة الدولية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية جاء ذلك خلال انطلاق أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة وبقيادتها وذلك لمراجعة مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش يأتي ذلك بعد رفض بعض القوى في الإطار التنسيقي لتجديد العلاقة مع الولايات المتحدة وإجلاء قوات التحالف من العراق على إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت فصائل مسلحة في السياق ندد العراق بشكواه للمقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بما وصفه بعدوان خارجي من إيران حيث قصفت عددا من الأماكن السكنية في مدينة أربيل بصواريخ بلسية وقدم وزير الخارجية فؤاد حسين شكوى ذكر فيها أن الذرائع والاعتداءات التي ساقطها إيران لتبرير هذه الهجمات مزيفة مؤكدا أنه يعد انتهاكا صارخا للسيادة وسلامة الأقليم وأمن الشعب العراقي وأشارت الشكوى إلى أن العدوان يمثل إساءة إلى مبادئ حسن الجوار ويزعزع أمن المنطقة بأسرها مضيفا أن طهران استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان عام 2022 بحجج واهية ولا تبرر الذرائع التي تزعمها بأي شكل من الأشكال قيامها بالقصف بصواريخ باليستية بحسب الشق بدوره أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان جاريك عدم مشاركة المنظمة في المفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن مصير القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق جاريك أشار في معرض رده على سؤال صحفي إلى أن المفاوضات بين بغداد وواشنطن لا تؤثر على مهمة المبعوثة الأممية في العراق لافتا إلى أن ينامي موجودة في العراق منذ عام 2003 لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية والمصالحة الآن ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني مخلد حازم أهلا بك معنا سيد مخلد إذن انطلقت الجولة الأولى للحوار بين بغداد وواشنطن إلى أي مدى تبدو بغداد قريبة برأيك من تحقيق أمالها بخفض لقوات التحالف على أراضيها وفق معطيات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك الزينة تحية لعبد الرحمن وكذلك لمشاهدين قناة الفلوجة حقيقة نعم بدأت هذه الجولة وهي جولة تم الاتفاق عليها طبعا منذ أغسطس الماضي وهي ليس وليدة اللحظة تشكيل لجنة العسكرية العليا تم الاتفاق عليها في واشنطن وبالتالي عندما تم التدقيق في ما هي هذه اللجنة وما هو الدور الذي سوف تقوم فيه من خلال اللجنتين المشكلة من قبل الجانب العراقي والجانب الأمريكي نجد أن هذه اللجان هي استكمالا إلى ما حصل في عام 2019-2020 من خلال جولات الحوار التي حصلت ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي والتي بموجبها تم تحويل القوات الموجودة في العراق من قوات قتالية لقوات استشارية وكذلك قوات للتدريب والتمكين فبالتالي انسحبت القطعات الأمريكية والقوات الأمريكية من كثير من القوائد وتم تسليمها إلى الجانب العراقي وتم الاحتفاظ بثلاث قوائد فقط حقيقة عندما نتكلم عن التحالف الدولي فهذا التحالف هو شكل لمحاربة عصابات داعش وعلى سيرة داعش سيد مخلد يعني بيان اللجنة العسكرية وأكيد الطلاطة عليه اليوم أشار إلى أن مهمة التحالف ستتحول وفقا لجدول زمني يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل أولها ما تحدثت عنه فيما يتعلق بمستوى تهديد داعش وأيضا لدينا عاملين الظروف العملياتية وقدرات القوات الأمنية يعني تقديرك كخبير أمني بشأن الثقف الزمني الذي قد يستغرقه تحقيق كل هذه العوامل على الأرض يعني في البدء نحتاج إلى فترة زمنية طويلة وهذا يعتمد على المتغير الذي قد يحصل في أي لحظة الجميع يعرف أن هناك خلايا نائمة لداعش هناك أعداد مهولة في مخيم الهول لا نعرف متى يتم إطلاق صراحهم أو متى يتم حسب المعطيات إذا ما انسحبت أمريكا من سوريا فأكيد هذه المخيمات وهذه السجون سوف تكون سهلة على من يديرها أطلاق صراحهم فبالتالي المتغير الذي قد يحصل هو قد يغير يعني معالم كل هذه الاتفاقيات لكن في المبدأ نقول أن داعش يعني حسب التقارير الأممية تقارير الدولية تقول أن داعش لا يزال يشكل خطرا على العراق وعلى السورية فبالتالي يعني هذه أول موضوع يعني سوف يتم التباحث به من سوف يقرر أن داعش لم يعد يشكل خطرا في العراق لأجل الانسحاب عمليات العزم الصلب إذا ما حصلت أي اختراق بعد عملية الانسحاب هل سوف يتم التدخل من قبل عمليات العزم الصلب المشكل كقوات تحالف تدخلهم في العراق هذه معطيات حقيقية على أرض الواقع نتكلم بها نحن نتكلم عن قوات تحالف هذه القوات هي موجودة بطلب من الحكومة العراقية اليوم بدأت جولات الحوار لإنهاء أو وضع جدولة زمنية لإخراجهم طيب هناك اتفاقية ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي وهي اتفاقية الساف التي هي في جزء منها أمنية وفي جزء منها استراتيجي هل سوف يتم ما يتعلق بالاستراتيجي هنا سيد مخلد يعني هل إنهاء مهمة التحالف في العراق إذا ما وصلت المفاوضات إلى هذا الأمر تعني بالضرورة إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف بشكل تام يعني على اعتبار أن البيانات تذكر أن هذه هي مهمة التحالف يعني حقيقة هذا ما سوف تقرره اللجان يعني التحالف الدولي وجوده هو لمحاربة عناصر داعش إذا ما قررت هذه اللجان إنه العراق اليوم أصبحت أرض آمنة لا يهددها أي خطر فبالتالي أكيد سوف يكون هناك تقرير شامل يرفع إلى الأمم المتحدة وبالتالي الأمم المتحدة هي من سوف تقرر هل سوف يتم إجلاء هذا التحالف من العراق من عدمه إضافة لذلك مثل ما ذكرت المتغير الذي قد يحصل في أي لحظة هذا المتغير أيضا يعتمد على ما سوف يحصل حقيقة بالتالي نحن نتكلم عن التواجد الأمريكي هل التواجد الأمريكي ضمن التحالف الدولي أم التواجد الأمريكي ضمن الشركات الموجودة في العراق ضمن اتفاقية الساف المتواجدين في العراق نحن نعلم أن بعد 2019 بعد جولات التراخص التواجد الأمريكي هو بصفة مستشارين وهذا ما ذكرته الحكومة العراقية في بيانات كثيرة وقالت أن الأمريكان يتواجدون بصفة مستشارين وحلفاء ضمن قواعد عراقية إذن ما هو نوع التوصيف الذي سوف يؤطى لهم إذا ما بقوا هؤلاء الأمريكان في العراق لأننا أكيد جانب الأمريكي من خلال تصريح البنتاجون لم يتكلم عن انسحاب الجانب الأمريكي من العراق وإنما يتكلم عن إعادة ترتيب التفاقية أمينية وقالها بصريح العبارة السيد مخلد وحتى مساء أمس كان يكرر البنتاجون هذه ليست مفاوضات من أجل الانسحاب ونقطة على السطر هل هذا هو الواقع الدقيق؟ بالتأكيد هذا هو الواقع الدقيق لأننا نتكلم بصراحة الجانب الأمريكي يعتبر العراق نقطة استراتيجية مهمة يعتبر بعدها في الأمن القومي هو دول الخليج يعتبر حماية مصادر الطاقة ويعتبر حماية ممرات الطاقة هو جزء من استراتيجيته في المنطقة ضمن مناطق النفوذ الموزعة في العالم فبالتالي هو يتكلم عن إجلال التحالف الدولي والتي تقودها الولايات المتحدة لكن بنتاجون يتكلم عن علاقة ثنائية مستدامة بما معنى أنها طويلة الأمن من استراتيجيات سوف يتم نشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت السيد مخلد حازم الخبير الأمني كنت معنا من بغتد اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن التصريحات والإدانات بشأن ما يتعرض له الإقليم لن تضع حدا لهذه المؤامرات والاعتداءات ولن تمنع تكرارها مرة أخرى وقال بارزاني في بيان أن من المهم أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات عملية لإنهاء التهديد الذي يشكله الخارجون عن القانون وحماية أمن العراق بأكمله بما في ذلك أقليم كردستان ودع الدول الصديقة إلى اتخاذ الإجراءات الجادة وتقديم المساعدة الميدانية لحماية أمن الشعب والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي في أقليم كردستان من القواعد العسكرية إلى المنشآت الاقتصادية مسيرة الاستهدافات مستمرة في أقليم كردستان وآخرها قصف حق القرمور الغازي في السليمانية مسببا خسائر مادية وقطعا مؤقتا لإمدادات الطاقة نتبه من القواعد العسكرية إلى القواعد الاقتصادية تستمر مسيرة الاستهدافات قصفون بطائرة مسيرة لحق القرمور الغازي في تمتمال بمحافظة السليمانية يصيب حد خزانات الغاز ويوقف مؤقتا عمليات انتاج الكهرباء في عموم الاقليم التي انخفضت بمعدل تجاوز 2800 ميجاواط أن المستاذة في هذه المرة كانت شركة دانغاس الإماراتية وكأن الفاعل يعطي رسائل أو يرسل رسائل إلى هكذا شركات ومن ورائها الدول العاملة في العراق فهذه الاستهدافات بطبيعة الحال سوف تؤثر على حالة الاقتصادية العراقية وكذلك في قليم كردستان العراق وأعلنت حكومة قليم كردستان في بداية العام 2023 أن الاقليم سيصبح في المستقبل القريب مصدرا للغاز الطبيعي لدول الجوار وأوروبا ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الاستهدافات بضارب بنيته الاقتصادية وتعطيل عملية الاستثمار فيه لتتخذ تلك الهجمات بعدا سياسيا واضحا استهداف حق الكورمور الغازي الذي تدير شركة دان الغازي الإماراتية أسفر عن قطاع التيار الكهربائي عن مدن الاقليم فما هي رسالة الورادي صالها ومن هي الجهات المستفيدة من تلك الاستهدافات محاولات الاستهدافة قرأوها مراقبون أنها تهدف لعرقلة المفاوضات النفطية بين المركز والاقليم وسط مخوف من انسحاب شركات عالمية مستثمرة في الاقليم في وقت خلف الاستهداف صدا واسعا من الانتقادات والإدانات وخاصة من الجانب الأمريكي العراق هناك أطراف تحاول أن تحوله إلى أرض لتصفية الحسابات من جانب ومن جانب آخر أيضا تعمل على جذب العراق نحو محاور معينة وهذا أنا أعتقد هو بخلاف المصلحة العليا للبلاد ويعد حقل كورمور من أكبر حقول الإقليم انتاجا للغاز المسال والذي يعتمد عليه بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية فيما تنتظر الأوساط الرسمية ما ستقرره اللجنة التحقيقية التي أمر بها رئيس الوزراء السوداني ودعت حكومة الإقليم جميع الجهات للتعاون معها للكشف أو اعتقال ومحاسبة منفذ الهجوم ينضم إلينا المستشار في مجال الطاقة دكتور دوريد عبدالله مرحبا بك دكتور دكتور كيف يهدد برأيك توقف حقل خورمور مستقبل الطاقة في الإقليم والمناطق الأخرى بالإضافة إلى ذلك ألا يهدد مستقبل الإقبال على استثمار الطاقة في العراق بالطبع حقيقة الهجوم السابق هو آخر سلسلة من الهجمات على هذا الحقل الغزير الإنتاج كون أن هذا الحقل مع تسعة من أخواته يمثلون الحقول التي تعتمد عليها كردستان بإنتاج الغاز الغاز الآن في كردستان يحتاج إلى استقرار أمني واستقرار سياسي مع المركز هذه هي المشكلة هنا في كردستان اليوم في كردستان أعتقد أنه يجب أن تلاحظ الحكومة حكومة كردستان أن الوضع الدولي يضغط على هذه الحكومة وحتى على مراكز إنتاج الطاقة لديها وبالتالي وصلنا إلى هذه الهجمات ابتداء هذه الهجمة التي موجودة اليوم ليست الهجمة الأخيرة لكن هي الهجمة الثالثة خلال سنتين سنتين ونصف وهذا واضح أن الاستهداف سيستمر يجب أنه يكون هناك استقرار أمني قبل ما نتوقع أنه مستثمرين أجانب يجون مرة ثانية إلى البلد هذا بشأن التهديدات ربما يؤثر على أقبال المستثمرين طيب عن الخسائر الحالية والخسائر المستقبلية إن كنت تتفق على أنه سوف يؤدي وينجم إلى خسائر مستقبلية كم تسبب الخسائر؟ حقيقة هي ليست الخسائر تم إيقاف ثلاثة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة 16 ساعة لا أكثر ومن ثم عاود الإنتاج وتم تشغيل محطات الضخ في الأنبوب الكردستاني للغاز وبالتالي عادت الأمور إلى مجاريها لكن الفكرة في خسارة النظرة التشاؤمية لدى المستثمر إذا كان المستثمر المحلي أو المستثمر الغربي نحن نرى أن سوق الطاقة الكردستاني هو سوق واعد من الممكن أن يتطور باتجاهات إيجابية لكن هذا يحتاج لها مثل ما أذكرت قبل شوية يحتاج لها استقرار أمني وكذلك استقرار في مجال كمية الإنتاج أيضا التي من الممكن أن يضخ هذا السوق باتجاهين على فكرة كردستان تصدر للحكومة المركزية الكهرباء يعني جزء من عدها جزء من الكهرباء التي تستوردها الحكومة المركزية في بغداد هي جزء منها يخرج من كردستان هذا الشيء يجب أن يتم معرفته إذن الخسارة التي ستكون أو التي كانت في هذا الحقل بسبب الهجمات هي خسار للطرفين لحكومة كردستان والحكومة المركزية شركة نفط الإمارات مثلا أعلنت بيء حصتها في حقل خورمورفل هل يهدد ذلك بانسحاب بقية الشركات المنظوية تحت رابطة بتروليوم برأيك أم أن انسحاب شركة واحدة تحت هذه الرابطة لن يؤثر سيما وأنك قلت قبل قليل أن هناك ثمانية حقول تشترك مع هذا الحقل الذي قصف نعم حقيقة الآن هذا الانسحاب هو تحريك للأسهم في داخل اتلاف وهذا أعتقد شيء مالي أو مسألة مالية أكثر من ما هو مسألة خوف وانسحاب ودخول للسوق نحتاج اليوم إلى أن نعرف أن الغاز في كردستان من الممكن أن يتطور وانتاجه قد يصل في السنوات المقبلة إلى أرقام أو كميات قد تسد الحاجة المحلية اليوم في كردستان الإنتاج الحالي الكردستاني اليوم يكلف أو يست حوالي فقط 45 إلى 50% من حاجة محطات الطاقة الموجودة في الإقليم وبالتالي فإن تطوير هذه الحقول مهم جدا للإقليم وكذلك للمركز لكن هذا التطوير يحتاج إلى استقرار نسبي قبله أشكرك وجزيل الشكر دكتور دوريد عبدالله المستشار في مجال الطاقة أعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية الخفيفة عبر الاستمارة الإلكترونية مضيفا أن الوزارة خصصت ثلاثة مليارات دينار لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين هذا اليوم بدأنا بإعلان بإطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل السلاح في 697 مركز ضمن مراكز الشرطة راح يتم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني ضمن المواطن بإمكانه يدخل من خلال جهاز الموبايل أو أي جهاز أندرويد يتصل ببوابة أور ضمن بركز البيانات الوطنية في الأمان العام من المجلسة الزرع هذه الخطوة هي للتسجيل الأسلحة الخفيفة نحن نمشي بخطين الخط الأول هو تسجيل الأسلحة الخفيفة ضمن هذه المنصة وهذه الاستمارة الإلكترونية والخط الآخر هو باتجاه شراء الأسلحة المتوسطة أسبوع الماضي حصلنا موافقة مجلس الوزرع على تخصيص مليار لكل قيادة شرطة محافظة ومليار لقيادة شرطة رصافة ومليار لقيادة شرطة الكرخ راح يتم بها تشكيل لجان وتبدي تشتري الأسلحة المتوسطة من المواطنين ليس جدار برلين ولا سور الصين العظيم إنه حاجز خرساني يخنق مدينة سامرة منذ حقبة التوتر الأمني مر الزمان وما يزال هذا الحاجز شاخصا من جميع اتجاهات المدينة معرقلا التوسع العمراني والحركة الاقتصادية التفاصيل في هذا التقرير جدار الفصل الأمني المحيط بمدينة سامرة بات جزءا من التعقيد بعد أن كان جزءا من الحل في فترات سابقة توقف التوسع العمراني وأضرار كبيرة لأصحاب قطع الأراضي خلف هذا الساتر وتأخر توزيع أكثر من ألفي قطعة سكنية خارجية ناهيك عن الحصار شبه المطبق على أحياء المدينة المحاصرة من كل الجهات يعني أدري صبات صارتنا 15 سنة قلنا قبل شان وضع سامرة الأمني يستوجب أن تنحط هاي الصبات لأمن المدينة اليوم سامرة يمكن هي أمن منطقة بالعالم مو بالعراق كلها يا أخي دي شيلوهن صارت 15 سنة فوق قلوبنا نايمات وكان نحن عايشين بسجن ما ظل شي يستوجب أنه تظل هاي الصبات محوطتنا وخانقتنا شيلوهن صبات وخلين نعيش حن نحا العالم هذا الساتر يعني أذية حتى أذية اقتصادية بغض النظر عن الأذية النفسية اللي مسويها لأهل سامرة يعني سجن شبير إحنا أكبر سجن يمكن بالعالم كل هاي المدينة هذا التأثير مال الاقتصادي على المدينة تدري أنت تقريباً ألفين قاع موجودة وراء خلفه البلدية تريد وزحها شي محامين شي أطباء شي معلمين شي صحفيين كلها متوقفة من وراء هذا الساتر الحكومة المحلية تؤكد انتفاء الحاجة الأمنية لهذا الجدار بعد الاستقرار الأمني الكبير للمدينة مبينة إنه قد تم تخصيص مبالغ لرفعه ولم يبقى سوى الإجراءات الفنية من قبل المحافظة ولا يوجد أي عائق أمام رفعه وخلال الأسابيع القادمة سيباشر العمل فيه حكومة المحلية في قضاء صامرة تواصلت مع الجهات الأمنية وحقيقة هناك انتفاء لهذا السور بعد أن استقرت المدينة وهناك استقرار أمني عالي تم تخصيص مبالغ بالمرحلة الأولى والثانية أكملت الوحدة الإدارية ودوار القضاء كافة المتعلقات بها وسيتم رفع الساتر الكونكريتي وهناك إجراءات فنية خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله هذه الإجراءات مختصة بمحافظة صلاح الدين وهناك عمل كبير على رفع الساتر الأمني لمدينة سامران طمنا هنا وناسنا أنه إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة يكون أكفة إجراءة على الساتر الأمني بطول عشرة كيلومترات بدءا من الجهة الشمالية ومرورا بالمناطق الشرقية لينتهي عند جنوب المدينة أصبح هذا الجدار حجر عثرة أمام أهل المدينة وأمام توسعها السكاني والعمراني من صلاح الدين براكنعان قناة الفلوجة الأخبار مستمرة أعلن مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل بعد التصويت على تأجيل انتخاب رئيس جديد لحين حسم الدعاوة من المحكمة الاتحادية وبحسب بياننا للدائرة الإعلامية للبرلمان فأن مجلس النواب صوت على مشروع قانون تعويض مرضى العواز المناعي وأجل التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية مشيرا إلى أن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهوريات العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في الأثناء أصدر البرلمان إجراءات وضوابط مقيدة لحركة الصحفيين ونشاطهم داخل بنايته فيما وصف الصحفيون تلك الإجراءات بالتعسفية وغير المبررة الإجراءات شملت أربع عشرة فقرة وهي ملزمة للحصول على بطاقة تعريفية لدخول البرلمان ومن أبرزها الوجود اليومي لتغطية نشاطات اللجان والجلسات الاعتيادية والاستثنائية ونشر أخبار البرلمان بالإضافة إلى إلزام الصحفيين بالبقاء في الدائرة الإعلامية ومنع تجواله في أروقته وأيضا الحصول على التصريحات من النواب كما حصر البرلمان الحركة الجماعية للإعلاميين بمرافقة أحد أعضاء الدائرة الإعلامية ذهابا وإيابا هذا واحتج عدد من الصحفيين والإعلاميين على قرارات المجلس الجديدة والتي تقيد حركتهم داخل المبنى معتمرين أنها تتنافى مع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وطلب الصحفيون والإعلاميون المحتجون داخل البرلمان بإلغاء هذه الشروط والضوابط التي وصفوها بالتعسفية والمقيدة لحرية العمل والمهنية لمكانة الصحفي والمهينة لمكانة الصحفي والإعلامي مؤكدين أن مثل هذه الضوابط ستحول أروقة البرلمان إلى ما يشبه بأقبيات السجون في الدول البوليسية ومحملين النائب الأول للبرلمان تبعات عدم إلغاء هذه الضوابط المكبلة لحرية الصحافة إخفاق جديد داخل البيت التشريعي في اختيار رئيس جديد للمجلس المتعثر وسط ترقب حذر لبد المحكمة الاتحادية بدستورية جلسته الأولى في فصله الحالي التي شهدت مخالفات جمع التفاصيل مع علاء الحديد أطلب التصويت من السيدات وسادة النواب على تأجيل فقرة انتخاب رئيس المجلس النواب لحين حسم الدعاوي المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية على التوالي يخفق البرلمان في انتخاب رئيس له بعد تأجيل الفقرة إلى موعد آخر من انتظار ما سيتمخذ عن المحكمة الاتحادية من قرارات بخصوص الطعون المقدمة بحيثيات الجلسة الأولى هناك شكوى وطعون في هذه الجلسة احتراما للطعون احتراما لقرارات المحكمة الاتحادية تمت التصويت على استمرارية الجلسات لحين حسم موضوع الرئيس وحسم ومجي قرار المحكمة الاتحادية أما في كل جلسة يستطيع المجلس النواب درج ولكن هناك قرار المحكمة هل كانت جلسة قانونية من عدمه؟ أعضاء في اللجنة القانونية أكدوا سلامة الموقف القانوني للجلسة الأولى لكنها قد تكون ذريعة لاستمرار تعطيل انتخاب الرئيس نظرا لحجم الخلافات داخل القوى السياسية المؤثرة في المشعد والتي لم تحسم رأيها لغاية الآن أنا باعتقادي الجلسة الأولى كانت جلسة قانونية مئة بالمئة لكن إذا كانت هناك رأي آخر للمحكمة الاتحادية غير هذا غير هذا الخطوة نلجأ باتجاه قرار المحكمة الاتحادية ونعتبرها قرار بات وملزم للكل وننتظر قراراتها بأن الجلسة الأولى كانت قانونية وغير قانونية استمرار تأجيل حسم ملف انتخاب الرئيس يعني تواصل تعطيل أعلى سلطة تشريعية في البلاد أمام استحقاقات قانونية وتشريعية مؤجلة لحزمة من القوانين تقف مرغمة في طابور الانتظار نتيجة الخلاف السياسي والتداخل القانوني بحسب نواب تتشارك المحكمة الاتحادية والتوافقات السياسية في دفع فقرة انتخاب رئيس للمجلس إلى جلسات لاحقة غير معلومة التوقيت ليبقى المنصب شاغرا مع استمرار عقادة جلسات بحسب هيئة الرئاسة من داخل مقر البرلمان في بغداد علاء الحديدي قناة الفلوجة الآن ينضم إلينا رئيس لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين السيد هادي جل مرعي أهلا بك معنا سيد هادي إذن إجراءات وضوابط جديدة يتخذها البرلمان فيما يتعلق بالعمل الصحفي بداية نفهم معك أكثر سياق تلك الإجراءات وكيف نظرت إليها نعم شكرا جزيلا نحن على خبرة كبيرة بعمل وإداء البرلمان العراقي وسلطات التشريعية والتنفيذية منذ العام 2003 وحتى اللحظة ورصدنا العديد من الانتهاكات المتعلقة بعمل الصحفيين وحرية الوصول إلى المعلومة والتغطية الإعلامية سواء في مجلس النواب أو في الميدان أو من خلال ما تعرض له الصحفيون من عمليات انتهاك وقتل وترهيب وتهديد وحتى نوع من الابتزاز ونوع من التهجير القسري وكثير من الصحفيين غادروا العراق إلى جغرافيا واسعة في العالم مجلس النواب العراقي لفترات ما منع حتى دخول بعض المجلات والإصدارات لسبب ما وقبل فترة أبلغت بأن مجلس النواب فرض الزي الموحد على الموظفين أو على العاملين في بعض القطاعات أيضا هذه الإجراءات المتعلقة بمخاطبة المؤسسة الإعلامية والحصول على موافقات بعض الجهات التي تعمل كجهات إعلامية أو جهات منظمة للعمل الإعلامي أو جهات رقابة للعمل الإعلامي على بعض الإجراءات المتعلقة بعمل مجلس النواب واشتراط ذلك على الصحفيين بأن يكونوا أو يحصلوا على التلخيص من هذه الجهة وضوابط مختلفة في الواقع وحصر العدد في أم حدودة من المراسيين والصحفيين وهنا سيد هادي البعض يقول ليت الموضوع اقتصر على الترخيصات وعلى الموافقات يعني اليوم الصحفي مطالب بالوجود اليومي لتغطية نشاطات وأخبار البرلمان ونفس هذه الإجراءات ذاتها تمنعه من إجراء المقابلات في سياق عمله مع النواب داخل البرلمان ما المقصود بذلك يعني هل الصحفي بهذا الشكل سيكون عاملا لدى المؤسسة التي ينتمي إليها أم عاملا لدى البرلمان أنا لا أستغرب من ذلك في الواقع لأن الحالة العراقية العامة في هذا الاتجاه مختلة وتعبر عن رغبات وسلوكيات يعني أحيانا لا أستطيع تفسيرها إلا في إطار المزاج الحاد أو الانفعال العاطفي لدى مؤسسات بعينها كالبرلمان وغيره وبعض المؤسسات الحكومية وكذلك حتى القنوات الفضائية يعني لاحظي أنه بعض مدراء القنوات الفضائية يمنعون أسماء ويضع انقوام بأسماء أشخاص يمنع دخولهم إلى القنوات أو استضافتهم كمحللين سياسيين يعني أنا من الأشخاص ممنوع من دخول عدد من الفضائيات من ضمنها القناة العراقية الرسمية منذ خمس سنوات أنا ممنوع من دخولها بل أن البعض في داخل المؤسسة العراقية وجه تعليمات بمعاقبة حتى المراسل الذي يجري مقابلة معي بعض القنوات أيضا الأخرى تمنع دخولي إليها يعني قبل أيام حتى أبلغت بأن رئيس أو متحدث رسمي باسم جهما نافذة في المجتمع العراقي تتبع لها قناة فضائية بعدم استضافة في هذه القناة وبعض المدراء أيضا وهذا ليس متعلقا بي لوحدي وإنما بمجموعة من الأسماء يعني يمنعون من هذه القناة ويقبلون في تلك القناة وبالتالي الحالة العراقية متشابه للبعض يعني نحن نعيش حالا من الفوضى وعدم الاتزان يعني الرضوح للمزعج الحال والانفعال وعدم العمل المهنية ما المطلوب اليوم أولا من الصحفيين كجسم إعلامي وثانيا من السلطات من أجل وضع حد لتلك الإجراءات والضوابط المكبلة للعمل الصحفي الحر نعم أيضا تحدثنا عن هذا الأمر منذ سنوات طويلة ومررنا بتجارب قاسية منذ العام 2003 وحتى اللحظة في مجالات التغطية الصحفية والوصول إلى المعلومة والحصول على المعلومات حتى من الوزارات والمؤسسات ودخول الصحفيين والصحفين الاستقصائيين والفرق الإعلامية وفرق التصوير وأيضا ما جرى على يد البرغمان من محاولة إقرار بعض المشاريع والقوانين التي تستهدف حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومة ووجود بعض القوانين ما زلت على الرف قد تؤدي إلى تعطيل حرية التعبير منها قانون جرائم المعلوماتية وكذلك العمل ببعض القوانين التي صدرت عام 1969 منها القانون 111 الذي يعاقب بعقوبات صارمة وقاسية جدا في قضايا حرية التعبير والكتابة والنشر والصحافة والإعلام سيد هادي وعلى سيرة هذه المشاكل اليوم عدد كبير من الصحفيين يحملون النائب الأول للبرلمان تبعات ما حدث وهنا نسأل من يراقب عمل البرلمان في فترة شغور منصب رئيس المجلس اليوم وهل ترى استغلالا لهذا الشغور من قبل أطراف معينة لتفرض ما تريده من خلال شكل ولبس قانوني والله لكي نكون في حالة إنصاف لأنني لا أمتلك معلومات كافية عن هذا الموضوع أو الجهل التي دعمت مثل هذه التشريعات أو هذه المطالب متعلقة بالزير الرسمية أو المتعلقة بدخول الصحفيين أو نوع التقطيع الإعلامية أو من هي المؤسسات الإعلامية التي تدخل من هم الصحفيون أنا أرجح أن الموضوع لا يتعلق بالضرورة برئيس أو نائب رئيس البرلمان السيد محسن مندلاوي لأنني أعرف أنه يدعم الصحفيين وسائل الإعلام لكن قد يكون مرتبطا بإجراءات إدارية من داخل المجلس المجلس كما تعلمين هو جملة مؤسسات وإدارات مختلفة في قطاع الإعلام واللجان والإدارات وهو مؤسسة كبيرة جدا تضميات الموظفين والإداريين والمسؤولين والمدرع العامين والمستشارين وربما تكون هذه القضية مرتبطة بالمجلس كمؤسسة وليس بشخصنا أب رئيس المجلس السيد محسن مندلاوي بمعنى آخر أن السيد المندلاوي قد لا يكون هو صاحب الأمر في هذا الموضوع حتى وإن كانت استشارات ما قدمت له لكن أنا أظن أيضا أن السيد المندلاوي سيتخذ إجراءات أكثر إيجابية في المرحلة المقبلة ويمنع مثل هذه الإجراءات لأنها قد تكون مضرة بعمل المجلس ومضرة بعمل الصحفيين وإساءة الإعلام لحين انتهاء أزمة شغور المنصب بمنصب رئيس مجلس النواب ولذلك الأمر الآن هو بيد نائب رئيس مجلس النواب والأخوة في المجلس لكي يمنعوا هذه الإجراءات من الثموري دوركم سيد هادي في لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين من أجل الضغط باتجاه ما تشير إليه نعم نحن لا نقبل أبدا ذلك ونمارس دور الضغط كما تعلمين ونقابة الصحفيين والمؤسسات المدافعة للحريات هي لا تمتلك العصر السحرية ولا القرارات والمركزية أو قوة تنفيذ القرارات لأنها في النهاية جهات ضاغطة ومنظمة للعمل الصحفي وداعمة لحرية التعبير ولكن في إطار التواصل وإطار التعاون تتخذ إجراءات بعينها من أجل دفع المؤسسات الحكومية والسلطات التشريعية لكي تبتعد عن أي قرار أو إجراء من شأنه أن يعطي الحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة وهذا الأمر نتابعه منذ سنوات طويلة سواء كان الأمر مرتبطا بنقابة الصحفيين أو الناشطين في الدفاع عن الحريات لأن نقابة الصحفيين تفر هذه السلوكيات إذن نتمنى أن تكلل لغطت بهذا الاتجاه هذه الجهود السيد هادي بالنجاح حماية للجسم الإعلامي والصحفي بالآخر نشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين السيد هادي جلو مرعي يأمل سكان المدن المحرر انتخاب رئيس جديد للبرلمان باستطاعته أن يتولى ملف المعتقلين الأبرياء في السجون من خلال إقرار قانون العفو العام الذي طال انتظاره للإفراج عن ألاف المظلومين بسبب وجاية المخبر السري لنتابع ما يزال أهالي المحافظات المحررة يتطلعون إلى المضي في حسم ملفات مصيرية كأولى المهام التي سيتولاها رئيس البرلمان المقبل وعلى رأسها إقرار قانون العفو العام وصرف التعويضات إلى مستحقيها هذا وبعد سنوات من الانتظار يعلق الأنباريون آمالهم على من سيتولى إدارة أعلى سلطة تشريعية في البلاد مجلس النواب وباعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلد لذلك المطالبين اليوم أن يكون هناك إقرار للعديد من القوانين التي تمس حياة البواطنين ومن أمها قانون العفو العام هناك العديد من المعتقلين في السجون بالإضافة إلى العديد من الحوالي ينتظرون أبنائهم الأبرياء من أجل أن يتم شمولهم بقانون العفو العام إنه إقرار كثيرا من قرارات اليوم المتوقفة والمصيرية منها قانون العفو العام وأيضا إقرار المواسنات والتشريعات الدستورية والقضائية اليوم التي توقفت بغياب رئيس مجلس النواب وبالتزامن مع انعقادي جرسة البرلمان المرتقبة لانتخاب الرئيس الجديد يؤكد متخصصون أن إقرار قانون العفو العام هو بداية لنهاية المظالم ورفعها عن آلاف المعتقلين الأبرياء الذين أخذت منهم الاعترافات تحت وطأ التعذيب أن نشرح هذا القانون في أسرع وقت حيث عند خروج السجناء من السجون سوف نقوم ببناء مجتمع سوف تنفك الكثير من العقد سوف نصلح مجتمع كامل هناك عوائل كثيرة خارج السجون تنتظر الأب والأخ والابن في داخل السجون سوف نقوم ببناء مجتمع سوف نقوم ببناء إنسان ولا يخفى عليكم أن بناء الإنسان هو أولى من بناء المدن بحسرة واشتياق تتراقب عائلات المعتقلين فرجا قريبا عسى أن يشهد هذا العام حسم ملف الأبرياء في السجون الذي بات يؤرق أبناء المدن المحررة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة وضمن برنامج سفراء الشباب الذي رعته رئاسة الوزراء قدمت الأنبار ثلاثمائة سفير لدعم الشباب وتدريبهم وتوعيتهم إضافة إلى أخراج جيل واعد فضلا عن تمثيل باقي الشباب في المحافظة وإيصال أصواتهم ومتطلباتهم إلى الجهات الحكومية والمعنية نتابع الأنبار تستضيف مؤتمر برنامج سفراء الشباب الذي رعته رئاسة الوزراء بهدف اختيار وتسمية ثلاثمائة شاب وشابة من مختلف أقضية المحافظة يمثلون الشباب أمام الحكومة والجهات المعنية لخلق آلية واسعة وفعالة للتواصل معهم حضرنا اليوم إلى مقر مجلس محافظة الأنبار لحضور الفعالية الكبيرة لاختيار سفراء الشباب والمبادرة الكبيرة التي أطلقها سيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس محمد الشياء السوداني بصراحة هذه مبادرة كبيرة وعظيمة لكن تحتاج إلى أن يكون هناك جدية بالعمل الهدف من هذا البرنامج توصيل متطلبات الشباب للجهات المعنية واستحصال تسهيلاتهم في جميع الدوائر الحكومية وأهمها مؤسسة الشهداء والجرحى والتعويضات ولهم الأولوية أيضا بالحصول على درجات وظيفية وقطع أراضي في حال الإعلان عنها طلبات للقطع الأراضي للشهداء متوقفة عمالهم أو رواتبهم أو التعويضات كذلك سيكون المشاريع بالأخص للشباب يكون طلب كلش قاوي وإن شاء الله سنبلش نأخذ هذه الطلبات للمشاريع كذلك للتعويض أو للشهداء أو للنقل أو للتظلم الموجود الحكومة المحلية في الأنبار تؤكد دعمها وتعاونها مع الشباب وستعمل على توفير متطلباتهم ليكونوا قادة ميدانيين تنمويين يعملون على خدمة الشباب والمجتمع وبث السلوكيات الإيجابية فيه نحن كحكومة حلية دعم كل ما يحتاجون للشباب ولهذه المبادرات الكريمة والمثمات الشهادون اليوم أكثر مسؤولين محاوط الأنبار هم محاضرين واليوم أيضا مثل ما أنا أسفت خلال الكلمتنا مع الأخوان الشباب أنه اليوم تنظر إلى أكثر مسؤولين محاوط الأنبار هم من الشباب لأن هناك توجه الشبابي حقيقة وداعم لتوجه الشباب لتقديم كل ما تحتاج المحافظة وأفضل خدمات اللي يحتاجونها ابناء هذه المحافظة البرنامج يهدف أيضا إلى دعم مشاريع الشباب الصغيرة والكبيرة بمبالغ مالية تبدأ من خمسة ملايين دينار إلى خمسين مليون دينار من أجل تحقيق أهدافهم والاعتماد على أنفسهم من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة الأخبار مستمرة احتلت بغداد مرتبة متأخرة في قائمة المدن الأكثر أمنا للسفري على مستفى العالم ووفقا لتصنيف مجلة سي ويرل لعام 2024 فأن بغداد جاءت في المركز 264 عالميا من بين 300 مدينة تم تقييمها فيما احتلت المرتبة العاشرة عربيا من جهة أخرى احتل العراق المركز الأول عربيا والسادس عالميا في قائمة الدول التي تهدر أكبر قدر من الغذاء لعام 2023 بحسب مؤشر هدر الغذاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفي إحصائية منفصلة تظهر حجم التفاوت الطبقي جاء العراق في المرتبة 110 عالميا من أصل 193 دولة بنسبة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية بلغت نسبة وفيات العراق من سوء التغذية بواقع 1770 شخصا لكل 100 ألف نسمة سنوية وهذا يعني أن أكثر من 760 شخصا يقتله سوء التغذية في العراق سنويا في مفارقة مثيرة لبلد يهدر الأطنان من الطعام يوميا ونتيجة لشح المياه وتلوث الأنهار في محافظة ديالة تواجه الثروة السمكية خطرا وجوديا يهدد باختفائها فيما دعا صياد الأسماك وباعتها الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انقراض السمك من أنهار المحافظة جفت الأنهر الرئيسية في محافظة ديالة والتي تغذي ما يقرب من 70% من المساحات الزراعية و80% من الثروة السمكية لتأتمت الأسواق المحلية على المستورد من دول الجوار وبعض المحافظات محمد أحد السماكين في ديالة ممن يعانون من شح الأسماك المحلية ونفوق ما تبقى منها في نهر ديالة وبحيرة حمرين محافظة ديالة كلش قليل السمك لأنه احنا اعتمادنا على نهر ديالة وبحيرة حمرين نهر ديالة قليل مي ماكو أصلا بي وبحيرة مال حمرين ما بي هموي فاعتمادنا هس السمك حاليا على المحافظات الروح نجيب من المحافظات ويطبنا استيراد من دول الجوار متخصصون حملوا الجهات المعنية في الحكومة العراقية مسؤولية نقص الثروة السمكية في ديالة وذلك لضعف التفاوض مع دول الجوار لتقاسم الضرر المائي والسياسة المائية بسبب هدر مياه بحيرة حمرين قبل سنوات دون وضع خطط بديلة للحفاظ على الثروات الطبيعية في المحافظة تكاد تكون هذه الثروة السمكية اللي كان معتاشين عليها آلاف العوائل على هذه الثروة السمكية لكن وصلنا إلى مستوى أن هذه الثروة بدأت تنضب بسبب الجفاف التام وهذا أيضا نعزوه إلى افتقاد إلى السياسة المائية الرصينة اللي ميتمتع بيها الدبلوماس العراقي وإلا كان مفروض هناك مفاوض عراقي ليجبر البلدان المتشاطئة إجبارهم على ضخ المياه إلى البلد وارتفع سعر الأسماك في الأسواق المحلية ثلاثة أضعاف عن السابق مما أدى إلى صعوبة الحصول عليه إلا فئة بسيطة في ديالة بعدما كان يدخل جميع البيوت العراقية لوفرته في الأسواق وبأسعار بسيطة من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة بهذا نصل إلى ختام الحصاد ونذكركم بالعنام مؤكدا رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية سوداني يرعى أولى جلسات اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية الإدانات لن تضع حداً للاعتداءات الأقليم يخاطب بغداد والعالم ولا طاقة له باستهداف حقول الطاقة دعاوى جلسة انتخاب الرئيس مماطلة قانونية تعطل عمل البرلمان والأخير يرجعها إلى ما بعد حسم الاتحادية البرلمان يلاحق الصحفيين ويحول أروقته إلى دهاليزة أمنية والصحفيون يحملونه مسؤولية انتهاك الحرية الدستورية مفارقة تكشف هول الفوارق الطبقية العراق الأول عربياً والسادس عالمياً بهدر طعام وسوء التغذية يقتل المئات السنوية للمزيد تفضلوا بمتابعة حسابات الفلوجة على منصات التواصل إلى اللقاء ليس للم يتصل على قدم sensor ولم ترجمة نانسي قنقر ليس للمشاهدة قدمتي للمشاهدة